اشتركوا في القناة اما جنوبا سفأتم على شمال الصحراء والواحد اجواء مغاشا جزئيا بالجنوب الغربي وتكون رعدية باقصى الجنوب الى غاية الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي مرفوقة بامطار رعدية محلية الحرارة خلال ليلة اليوم الى غاية فجر يوم الغد تتروح ما بين 17-20 درجة بالمناطق الشمالية 23 درجة ستكون كعلى مقياس بغليزان معسكر وسيدي بالعباس نفس المقياس جنوبا بـ 8 رأس 27 درجة بكل شمال الصحراء الواحد والجنوب الشرقي بينما ستقرب 28 درجة بالجنوب الغربي لترتفع ما بين 31-33 درجة بأقصى الجنوب الى غاية الصحراء الوسطى عن الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تعرف ارتفاع مقارنة بنهار اليوم مقياس من بين 38-35 درجة بالسواحل ما بين 34-35 درجة بالهدابة العليا المناطق الداخلية الشرقية الى غاية زيوزوب بينما سترتفع الى غاية 43 درجة كعلى مقياس بمعسكر غليزان وشلفدان أجواء حارة أما جنوبا 35 درجة بـ 8 رأس لتفوق الـ 40 درجة على الجنوب الغربي الجنوب الشرقي والصحراء الوسطى تصل محليا الى 46 درجات تحت الضل خاصة بصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الغربي البحر خلال يوم الغد سيكون جميل لقليل الاتراب بسواحل الوسطى والشرقية الرياح ستكون من ضعيفة الى معتدلة بسواحل الوسطى ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية شمالية غربية نحو سواحل الشرقية بينما ستكون متغيرة الاتجاهات بسواحل الغربية بالنسبة لشمال قارة أمريكا الأمطار الرعدية ستخص كل من موريال بـ 26 درجة نويورك 24 درجة كذلك بواشنطن 28 درجة حتى بميامين بـ 30 درجة ميكسيكو نفس الأجواء بـ 27 درجة بينما مشمسة على باقي العواصم 24 درجة بفونكوفير وترتفع إلى 39 درجة بدلاس عن وقت شرق الشمس صباحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الخامسة صباحا و 31 دقيقة والغرب على 8 مساء و 10 دقائق مشاهدين أشكركم على حسين متابعة وإلى اللقاء